موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله ويهلا وغلا فيكم مشاهدين الأحبة في حلقة جديدة حلقة فخمة بفخامة ضيفنا اليوم ضيفنا له مسيرة طويلة من الستينات لعب بين الخماسيات والسباعيات وإما أننا دخلنا على الخماسيات والسباعيات مشاهدين راح أقول لكم حبابكم عشرة ورح أبدي مع النجم الكبير محمد الأمين حياك الله مرحبا حياك الله أسعدني هذا الوجود وشاكر لك تحت هذه الفرصة الله يسلمك وأنا سعيد جدا برضو بهذا الحضور في قناتكم المميزة وسعيد جدا بوجودي في دولة قطر الله يسعدك وحنا أسعد الله يبرك طبعا أستاذ أنت ما شاء الله عليك مسيرة كبيرة من الستينات ما شاء الله عليك بديت مع الإذاعة وانطلقت انطلاقة قوية ما شاء الله كان شقيت لنفسك خط خاص ومميز نعم بين السباعي والخماسي أنت عمدت هذه الخلطة ولا طلعت معاك صدفة في البدايات لا لا أنا أنا أصلا من البداية نعم لما شعرت بأنه أنا يعني ممكن أمشي في هذا المجال في مجال الغناء والموسيقى لقيت أنه أنا مهم جدا أتسلح بالثقافة وبالعلم في هذا المجال حال رغم أنه في ذلك الوقت الظروف كانت شوية صعبة يعني أنا بديت في أواخر الخمسينات أوائل الستينات نعم ويمكن أول معهد للموسيقى عندنا بصورة رسمية بدأ عمله في تسعة وستين حال ولذلك يعني ما كان عندي مخرج غير اللجوء للقوات النظامية في ذلك الوقت لأنه هي الحيطة الوحيدة اللي ممكن ذول يتعلم منها ميزيكا وفي مدني مش في الخرطوم يعني في أرضي في الجزيرة أنا أصلا من من أبناء الجزيرة من أبناء مدينة ود مدني ومدت فيها وترارعت فيها فوجدت ما لقيت مجال غير فرقة موسيقى كان اسمها موسيقى بوليس النال الأزرق في ذلك الوقت وهي الآن موسيقى ولاية الجزيرة فلجأت لهم بالعلاقات يعني حال ما يعني من تميت يعني انتماء كامل للشرطة أو كذا ولكن خلقت علاقات وطيد معهم ومن خلالهم تدربت على النوات الموسيقية وعلى الغناء حلو وكذا ومن الإخوة اللي وقفوا معاي في هذا المجال الأخ محمد آدم المصوري وهو موجود بينكم هنا الآن في قطر جميل نقدم لتحية وبعد ذلك الواحد انطلق يعني وابتدي ثقف نفسه ولذلك أنا من دخلت هذا المجال دخلت وأنا زي ما قلت لكم متسلح بشيء من العلم والثقافة الموسيقية جميل اسمح لي على المقاطع لكن انت ما قلت لي الخلطة اللي انت عملتها يعني أنا معلش اعتبرني مشاهد بسيط لا يفقه شيء في الموسيقى لما أنا أسمع الفن السوداني أنا أعرف لون أو نمط معين لكن لما أسمع محمد الأمين أنا أسمع شيء ثاني كيف أول شيء دخلت وكيف عملت هذا الخلطة ما هو أنا لما تحدست ليك عن الثقافة الموسيقية حلو وما درسته مؤكد ده كان عنده أثر في يعني أنا ما درسته ساكت عبطة أنا درسته عشان نستفيد من الدراسة بتاعتي في هذا المجال جميل وبالتالي شعرت بأنه أنا يعني في موقف بتاع أني أفضل المحاولات في تطوير الموسيقى بتاعتنا والغناء من خلال ما من خلال الثقافة الموسيقية اللي عندي فمن هنا حصلت الحكاية اللي أنت بتقول عليها يعني الخلطة ما بين الخماسي وفي البداية وبعدين السلم الموسيقي الكامل ودلوقتي يمكن في فترة من سنين طويلة أنا كل الأعمال اللي بديت أقدمها تقريبا كلها فيها سلم موسيقي كامل مع الحفاظ على الطابع السوداني طيب كيف الجمهور تقبل محمد الأمين في أول أغنية دعنا نقول لما عملت الخلطة هذه كيف تقبلها هل كنت خايف؟ والله أبدا ما كنت خايف وبعدين لأنه أنا تدركت بالمستمع يعني مش من البداية خطيت كل يعني تطعيم نعم شوية شوية وتدركت معاهم إلى أما وصلتهم للمستوى بتاع الاستماع اللي هسه موجود بالنسبة لجمهوري حلو نعم طيب نبيك تكلمنا عن تعاونك مع الراحل نزار قباني والله هو أشوف يعني ما في علاقة كيف قصة هذا الأغنية ما في علاقة شخصية ما في علاقة شخصية يعني بيني وبين الراحل نزار ولكن لدي صديق هو دلوكتب مقيم في لندن صديقه قريب يعني تربطني به الصداقة والقرابة وأنا في مدني في البداية برضو حياتي الفنية تحاورنا حول الغناء وكان في ديوان طفولة نهد كان صادر جديد فجبنا الديوان وبدأنا نقلب فيه وتم اختياري لطائشة الضفاير واتلحنت واتغنت لكن بكل أسف ما لقى يعني في أجهزة الإعلام وفي غيره ما لقى الدعم أيوة لأنه يعني هما عندنا اللي جاء النصوص في ذلك الوقت فلازم تجيز النص فما جازوه وبعدين غلبهم يرفضوا نص لنزار فقاموا وكتبوا عبارة اختريفة جدا قالوا هذه الأغنية لا تصلح للغناء بالسودان ودي كانت عبارة مضحكة بالنسبة لي وانا أتذكر تمت لهم المسأل لما شد أقابل السكرتير بتاع اللجنة واستلم النص ولقيت مكتوفي والقرار دي فقلت له خلاص أنا لما نيجي أغني الأغنية دي أركب طيارة وأمره خارج الأجواء السودانية أغنية وأجراء ما هم قالوا لا تصلح إغلاب السودان ففي ذلك الوقت هي كانت في البدايات وأنا مشيت يعني ما وقفت فيها لأن في ذلك الوقت ما كان في تلفزيون ولا كانت في إذاعات متخصصة زي هسع وقنوات فضائية ما حاولت تريدها؟ ما حاولت تريد غناها؟ والله يا أخي ما حاولت أعيد غناها لأنه بعد فترة أنا بديت أشعر بأنه يعني رأي اللجنة ما كان صواب لكن أنا بفتكر أنه كان قاسي فيها جدا على المرأة في القصيدة ويمكن هو كان بيتكلم عن مرأة نوع معي من النساء فالقسوة دي خلتني ما واصل فيها يعني هي الليلة ممكن تتقدم والواحد طبعا يعني زمان كان لما تقدم أغنية للإذاعة وترفض خلاص ما فيها بتموت لكن دلوقتي أو بعد ما نحن ذاته تطورنا وكذا أصبح الواحد هو لجنة نصوص لنفسه نعم الآن الآن خلاص صار صغير بفضل السوشال ميديا وفضل الانترنت نعم وبعدين الواحد ما يقدمه بيكون هو حريص عليه وبيجيزه هو في نفسه في الأول صحيح بعدين إذا حتى الجهات اللي بتجيز رفضته بيفرض عليها بس إحنا زمان في البداية ما كنا بنقدر نفرض لأنه إحنا في بداية حياتك الفنية ما بتقدر تفرض صحيح الين ما تكون الاسم وتكون لك الجماهيرية طيب زاد الشجون عويناتك هذه جت بعدها؟ جت بعدها بكثير طيب جت بعدها بكثير زاد الشجون للأخ الشاعر أفضل الله محمد أكثر أكثر أغنية إلى الآن أستاذ محمد أمين يرددها بينه وبين نفسي دندنها؟ والله يشوف كل الأغنيات اللي أنا عملتها حبيبة جدا إلى نفسي وده لأنه بفتكر إنه أنا ما عملت ما اخترت كلمات عبطا وما اخترت أعمال يعني بدون ما أتأكد من إنه هي نصا كشعيرا جميل ولها هو في نفسي أي عمل أنا قدمته فبالتالي كل الأعمال حبيبة لنفسي إمكن الأعمال الجديدة واللي أنا شغال فيها أو كده تكون برددة عشان لأنها هي جديدة وعشان ما أقدر أواصل فيها وتدعم لكن كل الأعمال اللي أنا عملتها هي حبيبة إلى نفسي حقيقة طيب تسمح لنا نسمح منك شي على العود؟ جدا الله يسرح أنا أحب أقول أنه في السبعينات أفتكر أنا جيت زيارة لقطر هنا دعمين وكان عندي إحساس بأنه يعني أقنع المستمع الخليجي بأنه إحنا كسودانيين أو موسيقيين وغنيين سودانيين عندنا المقدرة أنه نغنغون عربي ونغنغون خليجي ولما وصلت هنا كان فيه يومين ولا كده ولا ثلاثة قبل العفل فطلبت منهم أنه يشوفوا لي شريط فيه أغنية ممكن تكون تراثية عشان أغنيها فجابوا لي أعمال كثيرة جدا وشرائب كثيرة جدا فاخترت منهم ناعم العود ناعم العود يا سيد الملاح وغنيتها وأفتكر أن لقت قبول أذكر أنه واحد من الأخوة القطريين فطلع لي في المسرح وبعبارة خليجية قال لي والله أنت تقول أحسن من رعيها الله الله فممكن نسمع مننا عشان ياليت والله ياليت شوقتنا تفضل أستاذ لذلك لا تفضل أستاذ أستاذ لذلك هؤلاء زرري دعا سعيد فسلا فسلا فضل اشتركوا في القناة يا نعم الأعودي يا سيد الملاح يا نعم الأعودي يا سيد الملاح يا نعي سطرف أرحم حالتي لت للغرم حاكم والله لاشتكي لت للغرم حاكم والله لاشتكي كني عليلا بطعنات الرماح كني عليلا بطعنات الرماح هذا وأنوي لأجلك حسرتي لت للغرم حاكم والله لاشتكي 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 والله لشتيكي أعطيك العاب يا أعطيك العاب يا أعطيك العاب يا طيب 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 أعودة جديدة لكم مشاهدين الأحبة مع ضيفنا الجميل والمبدع صراحة أذهلتني بعزفك وبآدائك في غنية يناعم العود وطبعا أنا من مستمعينك ومن محبينك أستاذ وفعلا يعني إحنا كخليجيين لما نسمع اللون السوداني شوي يكون صعب عندنا لكن أنت سهلت على المستمع الخليجي بأغانيك بخلطاتك ما شاء الله يعني حتى ألحانك أنت ملحن خطير طبعا بس مراضي تقول لي لحنت كثير صحيح صحيح طيب لحنت لفنانين ثانين والله لحنت في السودان أو خارج السودان ايه في السودان عملت يمكن عمل أو عملين للأخ الفنان أبو عرك البخيت في بداية حياتهم الفنية والرغبة موجودة في إنه الواحد اللحن للأخيرين عندك أعمال في الصندوق الأسود مخزونة الآن بس إيه حكاية الصندوق الأسود يعني مخزن أعمال خاصة ممكن أنك بعدين تعطيها لفنانين شباب والله يعني مش مخزن أعمال خاصة لكن الواحد عنده الاستعداد إنه يلحن جميل ايه العطاء موجود نعم إن شاء الله طيب من ساعة لما ما شاء الله عليك عزفت الأغنية عزفتها بأداء رائع وحسستني إنه في علاقة حميمية بينك وبين العود صحيح وأكبر دليل لما تطلع بالحفلات لازم العود يكون معك أي طبعا إيش سر العود معك شوف أنا من البداية لما حسيت بأنه أنا ممكن أغني فوجدت إنه أنا عشان أغني لازم أعزف على آلة موسيقية وعشان أعزف على آلة أقرب آلة ممكن تساعدك في الغناء وفي التلحين كانت الأهد ولجأت لأخ وصديق وأستاذ كان أستاذي مرتين كان أستاذي وأنا في المرحلة الأولية في المدرسة وأصبح أستاذي للمرة الثانية في تعليمي آلة العود اللي هو الأخ الأستاذ السير محمد فضل عندنا في ود مدني ومن خلاله تعلمت المبادئ بتاعت العسف على العود وتعلمت العود وبعد ذاك بطبيقة المسألة مسألة أنك تتمرن على الآلة يعني الآلة الموسيقية دي كلها محتاجة للتمرين ومحتاجة أنه طوالي أنت لازم تكون لصيق بها عشان ما تتمكن منها فدل دل دل حصل يعني تأثرت أنت في موسيقى معينة شرقية أو يعني طلعت لألوان أخرى شوف أنا بر السودان أنا يعني وأفتكر أنه ده يفترض يكون شأن كل زول في هذا المجال مهم جدا أنك تستمع لكل موسيقات العالم أيها وتستمع لأنواع الموسيقات الموجودة عشان تعرف إنك إنت وين من ده وعشان تستفيد برضو من ما تستمع إليه فأنا لم يعني ما أفتكر إن أنا تأثرت تأثر كبير بشيء معين لكن في بداية حياة الفنية كنت أستمع للغناء العربي كثير جدا ممكن أكثر من استمع للغناء الأوروبي وكذا طيب اسمح لي على هذه الصراحة ليش دائما الفن السوداني محارب أو متهم بأنه لا يستطيع الخروج من السودان دائما كثير يقولون هذه الجملة لماذا؟ أنا ما أفتكر يعني هسا ويمكن في يوم من الأيام كانت في مشاكل تتعلق مثلا ب الإمكانيات بتاعة أجهزة البس عندنا في السودان عشان ما تطلع لكن المسألة دي دلوقتي يعني انتهت أو انتفت لأنه أصبحت في قنوات فضائية وأصبحت حتى الإزاعة عندنا أصبحت مسموعة إلى حد كبير جدا في حدث كثير جدا من الدنيا فأنا أفتكر أن القصة دي انتفت يعني في يوم من الأيام لأنه ما كان الاستماع الناس ما كانت بتصلم الموسيقى السودانية والغنية السودانية ولكن يمكن من قبل سنوات المسألة دي تقريبا تكاد تكون انتفت إلى حد كبير بس ما نشوف تعاونات ما نشوف تعاونات مثلا يعني سودانية مثلا خليجية خلنا نقول لا مؤسسة طيب أنا ما وسغنيت لي خليجي لما تعاون لا هذا 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 يعتبر أن أنت فعلا يعني أثبت أن فعلا الفنان السوداني يقدر يغني الألوان كلها لكن احنا نتكلم على الخلطات بما أنك اليوم موجود احنا نحاول نطلع منك بسر مثلا الخلطة اللي انت عملها يعني ما شاء الله عليك انت عملت الحان وعازف متمكن رائس اليوم أعمل خلطة بعد بين السوداني والخليجي يعني مو غلط ولا ان شاء الله يعني خلطة بمعنى أنه غنية تاخذ من الخليج شوف أنا لما حبيت الغنى الخليجي حبيته لأشياء برضو لها علاقة بينه في السودان يعني فيه عدد كبير من الإقاعات الموجودة عندنا في السودان يعني إقاع الدليب إقاع التمتم زي ما نحن بنسميه الإقاعات دي يعني أغلبها إقاع حتى الدلوكة زي ما نحن بنسميها برضو موجودة في الخليج وموجودة في آسيا يعني شوفتها ازاي ولذلك أنا ده كان جزء يعني سر من أو سبب من أسباب محبتي للغناء الخليجي بعدين أفتكر أن الغناء الخليجي حصل فيه تطور ضخم جدا يعني من خلال التوزيع الموسيقي والهارموني والغناء أنا أفتكر أنه حصل فيه تطور طيب كيف شايف الساحة الفنية الآن؟ فين عندنا في السورة؟ العربية خلينا نتكلم عن العموم أخطي شوف أنا ما أعرف العكين أفتكر أنه في الآونة الأخيرة يعني في الساحة الفنية العربية زي بدو يتأثر بالغناء الغير عربي بالغناء الأوروبي وكذا هل أنت راضي على؟ والله ما راضي على لأنه كده بالطريقة دي إحنا هنفقد هنفقد سماتنا العربية يعني التأثير ده وصل مرحلة يعني يعني مراتي تستمع إلى أغنية مقدمة الموسيقية يخيل لك أن دي ما ما أغنية عربية وده ما كويس يعني أنا في رأيي أنه إحنا نستفيد ونطبق الأشياء الفنية ولكن يعني ما حقه المسألة تصل مرحلة التأثر للدرجة لأنه نحن نفقد هويتنا كغناء عربي وكموسيقى عربية ممكن يعني يعمل مشكلة في المستقبل للفن العربي عموما؟ طبعا يضعف يعني؟ مؤكد يعني ما إذا كان تبتصل مرحلة إنك تسمع مقدمة موسيقية لغنية عربية ما تعرف إنها إذا عربية ولا أجنبية فمؤكد ده بعدين حيأثر طيب من السبب في هذا؟ قلت أنا أفتكر أنه الملحنين والموزعين يعني لأنهما يعني إحنا نستفيد من القواعد الموسيقية العالمية ونستفيد من كذا ولكن لا تؤثر على طبيعة موسيقانا وغناءنا ده اللي مفروض يحصل إنه إحنا نستفيد وإي شيء لكن لا لا يؤثر هل لمستها في السودان؟ لمستها في السودان؟ والله يعني بلا حد كبير برضو فيه جيل الشباب؟ جيل الشباب يعني تسمع برضو نفس الحكاية يعني تسمع أنه حتى الألحان ذاتها تحيز بأنها مأخوذة بلا حد كبير جداً متأثرة بالغناء على الغربي طيب مين من الفنانين خلينا نقول من الجيل الآن اللي لفت انتباهك؟ والله يا أخي يعني مش كتيرين جيل الحادي يعني يمكن يكون سودان مصر خلينا يعني نتكلم عموم وهو مؤكد فيه في ناس اللفتوا يعني الواحد بيستمع لهم بدون ذكر أسماء يعني لكن لحد هالساعة أنا أفتكر أنه الأسل اللي تركوه القدامى يعني لو مسكت مثلاً في الجانب العربي وحتى في الجانب الخليجي يعني الأسل اللي تركوه القدامى مهم جداً وطاغي يعني هو الأساس في المسألة طيب أستاذي أنا استميحك أننا قربنا أنتهي من الوقت يعني استمعك العذر وأتمنى أتمنى أنك يعني تقبل هذا الطلب مني إذا ما في كلاف عليك أن نسمع منك لو مقطع بسيط إن شاء الله مذهب على ذوقك حاضر شوف الأغنية اللي أنت تحب تسمعنا وتفضل شكراً للمهجة أنفاساً وعمراً أهرقت دنياك في دنيايا دنياك في دنيايا أنغاماً وسحراً 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 يا الله 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 عليك ما عليك الله يسلمك مقطع من طائر الأحلام كلمة للأخ الشاعر معتصم لذلك الله الله كلام جميل ولحن أجمل وأداء أجمل الله يسلمك أنا أشكرك على تحت هذه الفرصة الله يسلمك الفنان محمد الأمين شاكرين لك الله يسلمك وإن شاء الله نلتقي معك إن شاء الله في لقاءات أخرى إن شاء الله وأنا سعيد جداً بهذا اللقاء والتحية لكم والتحية لقناتكم والتحية للشعب القطري مشاهدين وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم مع الفنان محمد الأمين تقبلوا تحياتي وفي أمان الله اشتركوا في القناة